شوية نصايح للرجال المتجوزين لو عايز تقضي المدة بتاعتك على خير وتخرج بدون عيها مستديمة أول حاجة ما تزعلش مراتك بالليل تحديدا بالليل السوفتوير بتاع زمان اللي كان بيزعل وتأثر ويعيط وينام دموع على المخدة ده تعيش وتفتكر السوفتوير الجديد بقى بتروح فتحة التلاجة الساعة 3 وتلت تفترس التلاجة بمحتوياتها بالقعدة بالفريون بالكمبريسور والفريون بيدخل جوا فبتنفش فهتروح دخل عليك قط نوم رأس على الباب رجلها كائن السوم ودخلك بقى فهتروح نفضك بقى في القوضة عارف الكورنال تبزيني فيه هتتحول إلى كورتس كواش هتلقك في الحيطة وتردلها وأنا مش هعرف أعمل لك حاجة ما تحرق ديش ما تمنعش كمان عنها الشوبينج هي هتخرب بيتك عليها هنعمل ايه؟ علم مفترين سيبها هتنطلق لانهيه لو قررت التجربة أكتر من مرة هتبتلي تقول لك بمنتهى الحب بتاعنا ندخل كارفور يا حبيبي وتروح صحبة منفضة من جوة وررنك على قدام ماخرية ربنا شكلك هيبقى سبالة وكمان حاول ما تحبسهاش في البيت كتير خرجها الحصان لما بتزلي في الاستابل كتير لما بتيجي تخرجه مرة واحدة بيوحرن وبتيجي يرفص مش طرف تتلمها يعني حاول يعني تهويها هتكمكن منك وما تنساش عيد ميلادها ولا أي عيد أصلا يعني ولا أول مرة مثلا جبت لها البنصة افتكر كل حاجة وبلغ الجهات المعانية واعمل ألارم في الموبايل وفاير سيستم اعمل أي حاجة بس ما متعودش كده وجيب لها هدئي ولو كنت موكوس في اليوم اللي هي بتنظف في البيت ومرزي في البيت ما تعترضش على أي حاجة لو مش عاجبك أطلب اللجوز سياسي لدولة تانية انت مين عشان تعترض الفقرة دي فيه هرمراك بتفرس في جسمها بتتفاعل مع المية والصابون والنعمة لو عكشتك هتطلع رغوي من مناطق انت في غنى عنها قوم هزها جيب رزقها تترزي وتقع الساكت وكمان لما تيجي تشتكيلك من حاجة اسمع وانت ساكت هي مش عايزة حلول ما تعملش فيها محافظ كنشاسة مثلا يعني انت اسمع اسمع وطبطب عليها وحضنه وسلامه عليكم حاجة كمان أخوك يعني دي لأخوك بقى يعني ما تمنعش عنها الفلاتر لان انا كنت عارف ناس على السوشيال ميديا والنعمة كانوا بص يعني الفنانة لم يعيق جداوي فعزها لما نزلت قابلتهم في مصر يعني انا فيها أنوس عنهم فسيب قديها فلاتر كتير وحسب يالله بنعم الوكيل فيكم انت بتعملوا كده ليه مع السلامة أحبك قوي